بسم الله الرحمن الرحيم بيتامين بيه 12 زي يعني زي اي بيتامين تاني من حيث الاهمية بالنسبة للجسم في صفة عامة انما الحقيقة البيتامين ده لما بينقص مستوى في الجسم بيعمل اعراض كتيرة الى حد ما وعراض غير مستحب وربما كمان تكون اعراض فيها شوية قلة يعني الواحد اللي بيعاني من نقص بيتامين بيه 12 ممكن اوى او لدرجة كبيرة يحس كأنه ماشي على مصامير او ابر يعني احساس بشكشكة النقص برضو في البيتامين بيعمل عدم كفاءة في كرات الدم الحمرة سواء من ناحية الشكل او العدد او الوظيفة وده غالبا بيعمل انيميا واللي من ضمن يعني اعراضها الكتيرة احساس ببرودة ورعشة خاصة في الادين والقدمين الموقع بتأثر اوى من نقص البيتامين بيه 12 يعني ممكن اوى يحصل اكتئاب الترف في التفكير مشاكل في الزاكرة اما لو النقص ده كان كبير والفترات طويلة فده ممكن اوى يعمل فقدان تام للزاكرة العدلات بيحصل فيها ضعف وواضح ما بتبقاش في قوتها العادية يعني وده بالتالي بيبقى مصحوب بتعب عام في الجسم ككل بيحصل انحلال او ضمور واحيانا اختفاء تام لحلامات التزوق اللي منتشرة على اللسان وده هيخلي اللسان شكله ناعم كده وبيلمع كمان مع تظاهر كبير في حاسة التزوق نقص بيتامين بيه 12 بيعمل اضطراب في ضربات القلب بتبقاش يعني منتزمة وسرعة كمان في الضربات دي وبشكل ملحوظ برضو بيحصل في اللسان ارح ارح مؤلمة جدا والحقيقة بتاخد وقت مش قصير في العلاج بتاعها لان الادوية ما بتبقاش فعالة او الحقيقة في الحالة دي يمكن اخر حاجة لقولها ان نقص بيتامين بيه 12 بيعمل حالة من فقدان الشهية وبالتالي نقص في الوزن بالاضافة الى الامساك بيبقى ورد جدا مع نقص بيتامين بيه 12 في وقع الامر بيتامين بيه 12 نادر جدا لما يحصل فيه نقص وده لان الجسم يقدر يخزن كمية من البيتامين والعدة سنين كمان جاية كمان الكمية المطلوبة من بيتامين بيه 12 كل يوم كمية قليلة جدا حوالي 2 و 4 من 10 مايكرو جرام المايكرو جرام ده عبارة عن 1 على مليون من الجرام صحيح كمية صغيرة جدا انما مهمة جدا في نفس الوقت البيتامين ده مهمة جدا للحامل والجنين والرضيع بصفة خاصة علشان سلامت خلايا المخ والجهاز العاصبي ككل من ناحية تانية مش مطلوب ابدا للاصراف في فيتامين بيه 12 طبعا عن طريق الادوية مش الاكل لان الزيادة الكبيرة ممكن تعمل دوخة واصداع وقلق نفسي وغممان نفس وقيع اكتر الناس بتتأثر بنقص في فيتامين بيه 12 الجماعة نباتيين وده لان فيتامين بيه 12 مش موجود الا في المصادر الحيوانية بس يعني زي كل اللحوم الكبدة الفراخ الاسماك كلها بكل انواعها البيض اللبن انما الحقيقة افضل مصدر لبيتامين بيه 12 هنلاقيه في الكبدة البقري مستوى بيتامين بيه 12 بتعرف عن طريق تحليل بسيط للدم ولو فرض يعني طلع فيه نقص هنلاقي ادوية كتيرة فيها البيتامين ده سواء اقراس او كابسولات او ادوية شرب او حقن الجرعة طبعا بتتحدد على حسب مستوى النقص وكمان مدة العلاج يعني الحد ما نعمل تحليل تاني ولتأكد ان كل شيء بقى تمام وده كله طبعا بالتزامن مع الاصناف الغنية بالبيتامين على اي حال وشهد من الكلام ان الجسم بتاعنا محتاج لكل العناصر الغذائية بلا استثناء علشان ما يحصلش اي نقص في اي فيتامين وبالتالي ما بقاش عندنا اي شكوى او اي حالة مرضية وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة